هل تستطيع الكلمات تغيير مجرى التاريخ أو التأثير على مجريات الأحداث؟ قد تكون الكلمات وسيلة كبرى لنقل الأفكار والمشاعر والمعلومات بين الأشخاص من أجل بناء العلاقات الإنسانية والتواصل الاجتماعي ولكن هل ينحصر دور الكلمات في التواصل فقط؟ وهل تبقى مجرد حروف رنانة تحمل في طياتها معنى التواصل معين؟ الجواب هو لا الكلمات يمكن أن تخرج من سياقها التواصل إلى سياق تأثيري بامتياز بمعنى أن الكلمات قد تؤثر في اتخاذ قرارات حاسمة على ضوئها تحدد مصائر أمم وترسم معالم التاريخ وتسطر استراتيجيات معقدة على المدى الطويل وتتخذ قرارات شخصية غير متوقعة وقد حدث ذلك بالفعل ولا شك أنه سيحدث في المستقبل ما دامت الكلمة هي الوسيلة الأقوى في التأثير على المحيط في مارس 1993 قام المصور كيفين كارسر برحلة إلى السودان حين اقترب من إحدى القرى سمع صوتا ضعيفا لأنين طفلة صغيرة هزيلة كانت الطفلة من شدة وهنها تزحف ولا تمشي توقفت عن الزحف لبرها وهي في طريقها إلى مركز لتوزيع الطعام فيما كان كيفين يتحضر لالتقاط بعض الصور حتى نصر ضخم بقربها انتظر أكثر من عشرين دقيقة آملا أن يفرد النصر جناحيه من أجل أن يلتقط أفضل صورة ممكنة لكنه لم يفعل كان النصر ينتظر بوت الطفل لينقض عليها ويأكلها حازت الصورة على عدة جوائز عالمية وأصبح كيفين شخصي عالمي مشهور في إحدى المقابلات التلفزيونية سأله صحفي وماذا عن البنت؟ أجاب كيفين مصدوما من السؤال الذي لم يتوقع لم أنتظر لأعرف ما الذي حدث بعد ذلك للبنت كنت مستعجل أحدث هذا الجواب إحباطا للحضور ليرد عليه الصحفي أنا أخبره كان هناك نصران في ذلك اليوم نصر ينتظر فريسته ونصر آخر لديه كاميرا في يدي كان وقف هذه الكلمات عليه مزلزلا إذ دخل في حالة اكتئاب حادة بسبب هذا الجواب ربما شعر أنه لم يقدم شيئا للطفل الصغير في الوقت الذي كانت في أمس الحاجة للمساعدة انتحر كيفين بعد ذلك متأثرا بحالة الاكتئاب الذي دخل فيه في عام 1963 ألقى مارتين لوثر كينغ خطابه الشهير في واشنطن خلال حركة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية تضمن الخطاب رؤيته لمستقبل متساوى وعدالة اجتماعية لقد كان هذا الخطاب حاسما في تعزيز الحركة وتغيير قوانين أمريكيين بشكل كبير خطاب وينستون تشيرشر الشهير خلال الحرب العالمية الثانية الذي ألقاه في يونيو 1940 حيث دعا فيه البريطانيين للصمود والتلاحم في وجه التهديد والاجتياح النازي كان هذا الخطاب حاسما في تعزيز الروح المعنوية للبريطانيين للوقوف في وجه الاحتلال الألماني في الثاني من فبراير 1990 القف ريدريك ديكليرغ رئيس جنوب إفريقيا السابق خطابا تاريخيا أعلن فيه إطلاق صراحي عدد من السجناء السياسيين من بينهم نيلسون منضيلا وأعلن فيه أيضا التصريح بقيام أحزاب تمثل الأغلبية السوداء في البلاد قرارات تاريخية قادت صاحبها ديكليرغ بمرافقة نيلسون منضيلا إلى الفوز بجائزة نوبيل السلام عام 1993 الخطاب التاريخي للملك حسن الثاني الذي ألقاه في 5 نوفمبر 1975 بمدينة أغادير كإشارة لانطلاق المسير الخضراء نحو الصحراء هذا الخطاب تفاعل معه الآلاف من المغاربة بشكل مهيب وشكل دافعا كبيرا للصغار والكبار من أجل المشاركة في المسير الخضراء ومعتصما تقول إحدى الروايات أن رجلا جاء إلى المعتصم يروي له حادثة شاهدها بنفسه فقال يا أمير المؤمنين كنت بعمورية فرأيت مرأة عربية في السوق مهيبة جليلة تسحد إلى السجن فصاحت في لاف ومعتصما ومعتصما فأرسل المعتصم رسالة إلى أمير عمورية قائلا له من أمير المؤمنين إلى كلب الروم أخرج المرأة من السجن وإلا أتيتك بجيش بدايته عندك ونهايته عندي فلم يستجب الأمير الرومي وانطلق المعتصم بجيشه ليستعد لمحاصرة عمورية فمضى إليها فلما استعصت عليه قال جعلوا النار في المجانيق وارمض وصون رميا متتابعا فسعدوا فاستسلمت ودخل المعتصم عمورية فبحث عن المرأة فلما حضرت قال لها هل أجابك المعتصم؟ قالت نعم هذه أمثل عن قوة الكلمة ومدى قدرتها على تغيير معالم التاريخ والعالم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإجاب فهذا يحفزنا حتى يتوسع عالم البسيط صدر